نعود إلى أخبارنا المحلية إن أخذت ظاهرة وقالة المدربين في البطولة الجزائرية هذا الموسم درجة من الغرابة بلغت إلى غاية التضحية بأسماء حتى قبل انطلاق البطولة في ظاهرة فريدة من دوعها موجودة فقط في بطولة الجزائر تقول ابتسام شوهش تمر المواسم الكروية وتتشابه من حيث أن التضحية بالمدربين أضحت سنة حميدة لدى القائمين على تسيير كرتنا المريضة غير أن تشبه المواسم وإقالات المدربين لا يمر دون أن يتفنن رؤساء أولندية في تعفين الكرة الجزائرية أكثر مما هي متعفنة بعد أن أخذت الإقالات والاستقالات أشكالا وألوانا تجعل المتتبع يكفر بإمكانية عودتها إلى الطريق الصواب فالموسم الجديد لم يخلو من ظاهرة الإقالات بعد سقوط خمس أسماء في بطولة الاحتراف أربع في الرابط الأولى وإسم في الرابطة الثانية بعد مرور ثلاث جولات عن انطلاق البطولة الأولى وجولة واحدة فقط في الثانية غير أن المأساة كانت من حراف جديد وغريب لن تجده إلا في بطولة العجائب أسماء ترمل من شفاح حتى قبل انطلاق البطولة وهنا الخديث عن مدرب اتحاد العاصمة السابق عدل عمروش ومدرب شبيبة سكيكدا محمد ميهوبي باستقالتهما حتى قبل أن يحاسبا على تحضيراتهما وعود وطارة أماني بأن دار الأقمان لن تبقى على حالها سرعان ما تسقط في الماء بغربتها لتؤكد للمرة الألف على أن لا معيار في بطولتنا في انتداب المدربين إلا معيار الأهواء